من رمال الله ينضم إلينا دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية برأيك كيف تقرأ هذه التصريحات الإسرائيلية والأمريكية بشأن مستشفى الشفاء في عملية تزوير وخداع كبيرة كالعادة أكاديب إسرائيلية ثم يجري الترويج لها أمريكيا وإسرائيليا الغواية الإسرائيلية واضحة أنها مليئة بالتضليل كل ما أظهروه لا يثبت وأنتم أظهرتم ذلك على قناة الجزيرة لا يثبت على الإطلاق وجود ترابط ما بين المستشفى الرانتيسي والنفق الذي يتحدثون عنه ثانيا الفضيحة الكبرى كانت عرض جدول مناوبة كما قالوا الإرهابيين في حماية المختطفين واتضح عنها رزنامك مكتوبة باليد يعني لا تعني شيئا على الإطلاق وبالتالي الكذبة واضحة لكن لماذا كل هذا الضغط والهجوم على المستشفى مستشفى شفاء مثل كل المستشفيات الأخرى هو لأن المستشفيات هي نقاط تجمع فيها الناس الباحثين عن أمان بعد أن قصفت كل المواقع وهدمت معظم البيوت لذلك هم يريدوا في الواقع تهجير الناس من شمال غزة ومن مدينة غزة إلى الجنوب بعد أن فشلوا في تهجير الجميع إلى سيناء حتى الآن الهدف هو التطهير العرقي وهذا ما يفسر ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي سنقلص مساحة قطاع غزة يعني يريدوا أن يدمروا دمروا كل البنية التحتية لمدينة غزة ويدمروا في الشمال ويحاولوا أن يهجروا الجميع حتى تصبح هذه منطقة خالية ثم يسهل عليهم ضمها لكن الناس صامضة ببطولة صامضة في بيت لاهيا صامضة في جباليا صامضة في أحياء كثيرة في مدينة غزة وهذه هي العقبة الكبرى والكأداء بالإضافة إلى المقاومة التي يلقاها جيش الاحتلال هذه هي الأمور التي تجعل الإسرائيليين أشدوا شراسة في الهجوم على أماكن مثل مستشفى الشفاء وكي يبرروا هجومهم على المستشفى ويحاولوا أن يلجأوا لأكاديبك التي ذكرت وسيناريوهات خادع عقامه بنشرها لماذا يحتاج إلى كل ذلك بخصوص مستشفى الشفاء ولكل هذا الزعم لا سيمة أنه يحاصره ويمنع عنه كل شيء وربما هي مسألة وقت قبل أن يسمح للناس بالخروج منه إلى الجنوب لأنه هو يريد أن يخرج الناس بالقوة الناس لم تكن تريد أن تترك المستشفيات والأطباء البواسل الأبطال الفلسطينيين قاوموا عملية تهجيرهم كل الوقت وما زالوا يقاومون حيث يستطيعون في المستشفى المعمداني يقاومون وفي المستشفيات الأخرى يقاومون هو يريد أن يخرجهم بالقوة وحسب القانون الدولي لا صلاحية له أن يقوم بذلك هذه فضيحة وجريمة أن تدخل المستشفى حتى لو كان تحت اعتلالك لا يحق لك أن تجبر الناس على الخروج منه أو تجبر المرضى على الخروج منه خاصة عندما يكون المرضى عاجزين عن الحركة ومعرض حياتهم للخطر إن تم نقلهم وهذا هو بالضبط الوضع القائم هو يريد إيجاد مبرغ لجريمة تعتبر في القانون الدولي جريمة حرب من أجل إخراج الناس بالقوة وبالعنف وبالإجرام من المستشفيات الذين هم موجودون فيها سواء كانوا طاق طبي أو كانوا مرضى ومصابين وجرحة يعني ما الذي سيحققه بذلك؟ يعني ما الذي سيحققه بالدخول إلى مستشفى الشفاء؟ لماذا الشفاء تحديدا مهمة لدى جيش الاحتلال؟ الشفاء هو أكبر مستشفى في قطاع غزة وفيه حتى الآن حوالي كان عشرين ألف مواطن موجودين هناك يريد أن يرحلهم فمن ناحية هو يريد أن يطهر عرقيا المنطقة حتى يسهل عليه السيطرة عليها ولكن من ناحية أخرى هو يريد أن يخترع كذبة كبرى بالنسبة لمستشفى الشفاء لسا الكذبة التي سمعناها اليوم عن مستشفى الانتيسي لن تقارن بالكذبة التي لربما يعدونها الأهم للإدعاء أن هذا كان مركز قيادة للمقاومة وبالتالي اكتشفوه ودمروها لآخره هم يحاولوا أن يبحثوا عن صورة إنجاز أيضا لمجتمعهم وجعلوا من مستشفى الشفاء رمز لذلك هاي إحدى الجوانب الأخرى لما يقومون به من عملية تضليل يريدوا حتى أن يضللوا أهل إسرائيل نفسها يضللوا الإسرائيليين أنفسهم بهذه الرواية الكاذبة دكتور مصطفى كيف تقيم المواقف العربية الشعبيا ورسميا إذا ما يجري وإذا ما اسألت التهجير التي تحدث عنها أيضا بقوله التهجير أو الهجرة الطوعية إلى الغرب المواقف العربية الشعبية حاسمة ومنتازة ونحن نقدرها كثيرا ونريد من الشعوب العربية أن تواصل هذا الضغط الشعبي العظيم بالتظاهرات وبكل الوسائل لدعم الشعب الفلسطيني وللضغط أيضا من أجل تنفيذ ما وعدنا به بكسر الحصار على غزة وإدخال قوافل رغم أنف إسرائيل عبر معظة رفاح لكن على صعيد التهجير المواقف من جميع الدول العربية أيضا واضحة وحاسمة وهذا الموقف مهم أن يستمر أن لا يكون هناك أي تعاطي لأي شكل من الأشكال أنا أعتقد أنها يجب أن تصمد لسببين السبب الأول أنها ستكون فضيحة كبرى إن تعاطى أي كان مع نكبة جديدة ضد الشعب الفلسطيني بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وستكون هذه أكبر الفضائح ولتذكر الجميع ما جرى في كل الدول العربية بعد عام 48 ونتيجة النكبة وفشل العرب في التصدي لها الأمر الثاني الأهم أن كل دولة من هذه الدول تعرف وتشعر أن هذا التهجير يشكل خطرا على أمنها القومي وسمعناهم يقولون أن هذا بمثابة إعلان حرب وبالتالي والخطر ليس فقط على مصر الخطر على الأردن ربما حتى أكبر لأن الإسرائيليين لن يتوقفوا في قطاع غزة إن نجحوا في هذا التهجير الإجرامي سيلجأوا أيضا إلى تهجير آخر في الضفة الغربية نحن نتحدث هنا عن شيء أكبر من نكبة عام 48 ونتحدث عن أن يكون الشعب الفلسطيني أو لا يكون هذا هو التحدي الكبير دكتور مصطفى برغوت هل تعتقد في عجالة أن العرب قادرون على مانع هذه السيناريوهات؟ ليسوا وحدهم العرب يستطيعوا ويجب أن يصمدوا ويرفضوا هذه الخطط ولكن الشعب الفلسطيني عليك دور كبير والعالم عليك دور كبير لذلك نحن الآن بحاجة لجبهة واسعة فلسطينية العربية العالمية